أعرف المغرب خلال فترة ضعفه الشديد بين 1894 وإلى سنة 1912 واحدة من أغرب الظواهر الاجتماعية وهي الصعلكة وقطع الطرق وظهرت الصعلكة تزامنا مع الفترة التي كان فيها المغرب مقسما بين بلاد السيبة وبلاد المخزن وكذلك المناطق التابعة لبلاد السيبة تعرف انتشارا كبيرا لقطاع الطرق واللصوص والسيبة تعني الانفلات الأمني وانتشار الفوضى وتاريخيا امتدت مناطق السيبة على طول منطقة الريف وصولا إلى الجهة الشرقية كما شملت سبتة وطنجة وتطوان وهي مناطق كانت مأهولة بالأوروبيين ويصف عبدالله العروي في كتابه الأصول الشماعية والتقافية للوطنية المغربية الصعالي بتلك الفئة التي لا ملة ولدين لهم في هذا التقرير التاريخي نتعرف على أشهر قطاع الطرق ويتعلق الأمر بمحمد الدواس وعن أعماله وعن تحديه للمخزن وعن نهايته ولماذا اعتبر أشهر قطاع الطرق؟ ابقوا معنا داعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى التاريخي والتحليلي ليس شرطا أن يكون الصعاليك مجموعة صغيرة ففي بعض الأحيان مرست قبائل بأكملها قطع الطرقات وأعمال اللصوصية يذكر العروي في كتابه أن سكان قبيلة بني الدر اللواقعة قرب مدينة تيطوان بدأوا يمارسون نشاطاتهم كقطاع طرق سنة 1900 جوج حيث انتشروا بالأسواق الأسبوعية واعتردوا سبيل المسافرين العابرين عبر دواحي تيطوان وبعد تزايد الشكايات ضدهم وتعرض عامل تيطوان لهم قرروا الانتقام باعتراض قافلة تاجر يهودي واحتجزوا أغلب مرافقين ولم يطلقوا صراحهم حتى تدخل شريف مشهور أنداك يدعى محمد البقالي تأزمت العلاقات مرة أخرى بين القبيلة والمخزن فأصدر عامل تيطوان أمرا بإحراق منازل قبيلة بني الدر مما أشعل حربا بين الطرفين امتدت من ماي 1903 إلى حدود مارس 1904 ستظهر خلال هذه المواجهة العنيفة شخصية محمد الدواس والذي استغل افتقار قبيلة بني الدر لزعيم فأخذ بزمام الأمغور لمناكفة السلطة المركزية وعلى أن يصبح زعيما للقبيلة وعرف محمد الدواس بشدته وشعبيته بين قطاع الطرق إذ أسر الصحفي الإنجليزي والتر هاريس والذي كان مراسلا لصحيفة تايمز من المغرب ولم يطلق صراحه حتى أطلق المخزن صراحة مجموعة من السجناء الصعالي الذين كانوا ينتمون لقبيلة بني الدر بعد انتهاء الحرب بين الطرفين عينا أو عينا السلطان المغربي الدواس قائدا لقبائل أنجرة وهي القبائل التي كانت تسكن بالمناطق الجبلية لجبال الريف وكانت السلطة المركزية تسعى لاحتواء هؤلاء المعارضين وتقريبهم منها رغم أنهم لصوص لضمان الأمن وتفادي المواجهات والسؤال كيف يمكن أن تضع لصا أو قاطع طريق ليحل الأمن بالمنطقة وذلك سؤال تاريخي بالإضافة إلى قطع الطرق واللصوصية كان معظم الصعاليك وهؤلاء اللصوص الوصول إلى الزعامة القبلية أو حتى السلطة المركزية ويعتبر محمد الدواس واحدا من صعاليك عدة استغلوا عدم استقرار الدولة وانتشار الفوضى للتعرض لقوافل والمسافرين ومرتدي الأسواق الشعبية وصرقتهم واحتجاز الأسرى الأوروبيين خاصة الإسبان ومقيدتهم بمبالغ مالية باهدة واستعراض كذلك عضلاتهم وقوتهم وهذا ما كان يفعله محمد الدواس الذي أصبح قائدا على المنطقة وبعد أن يحصلوا على شعبية واسعة واحترام القبائل يضطر المخزن لتوظيفهم وضمهم لجانبه لأن ذلك أسهل بكثير من مواجهتهم وهكذا كان يصل أغلب قطع الطرق وصعاليك إلى السلطة قبل أن تخرجوا لا تنسوا أن تابنوا في لعشان يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي و لا تنسوا أن تقوموا بإمكانكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر